أرجعنا معكم في شوكي فاش وصاريتنا مازالت متواصلة حديثنا بشكونا على الجمعيات الخيرية اللي تقوم بعمل ممتاز في تونس جمعية ديما تكون موجودة بحثين شوكي فاش بجديد هي جمعية أمنية اللي قاعد تخدم في خدمة مزيانة وديما يكونوا ضيوفنا خطر بالحق نحبوا نشجعوا هالعمل الإنساني في تونس خطر العمل نحكي ولي برشة ممكن في شهر رمضان من بعض رمضان ثم خدمة قاعدة تواصل من جمعيات كما جمعية أمنية وضيفنا اليوم رئيس الجمعية هذه سيموراد العرفوي سيموراد مرحبا مرحبا إن شاء الله عيدك مبروك مرحبا مرحبا سنين دائما مرحبا سيموراد ثاني مرة تكون بحثنا بش نحكيه على الجمعية اللي ماش مربوطة بتونس الكبرى فقط قبل جيتنا وحكينا على 32 عائل اللي عونتون في في سيليانة اليوم تخدموا على 28 عائلة في منطقة في سيدي ثاب 28 عائلة اللي عيشوا في ظروف صعبة جدا نحكيلي على البدر هذه سيموراد احنا البسة ذي الحق ما كناش نعرفوها خاطر ما أدوباء على تونس العاصمة ما كناش نعرفوها عندي واحدة من صحابي في السلطات المحلية تابعة شيرت المنيه لأو سيدي ثابدو كل قطيرة وعندي زونت نجم دي تشوفها على عيني كنت واحدك واحدك حركة نقلنا في الاسوسياشيون ومعنا أنا وليمانبر شفنا البلاسة بالرسمي نقاوه حاجة ما نجيش مثل نصراها في تونس العاصمة ما نصراها ديما شوية في الجهيات مثلا كما جاءهم بتحوش 28 عائلة 20 عائلة عيشوا مع بعضهم استغربت شوية من اللي شفت 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 مدخل تنقى فيه ديار من 20 كما جاء عبارة في سانية أدوباء من مركز تجاري كبير من باء دو كيلومتر مركز تجاري كبير الترابة ذاك الكل ما تبش تحل فيه زد كلينيك بي في فما بلا سابش تطلع غاديكا ما تبلاسة عامرة بل كدير وممتهم موجود هال 28 عائلة يفتون شوفوا تصاور كان الريكيب نجمع ديونا تصاور باش باش شوفهم قيت عشرين عائلة عيشوا في دار 28 28 كل واحدة في دار يبال بي فيهم ماتا حتى عائلة فيها ديجا ماتا الأم والبو 24 صغير بو أم وراء قد نشو 24 صغير 24 صغير إخويت؟ إخويت وهو ذرير سمحني يعني مرأة وراجل الراجل ذرير عندهم 14 صغير يعيشوا في بيت؟ يعيشوا في دار دار مش كبيرة باشا يعيشوا في دار ويخدموا وما يخدموش صغير يقرأ والله أغلبية الصغير في الشيطة في الشيطة ذي اللي لاحظني احنا وقتا خطر جينا وقتا بريود احنا الآخر مرة بشيني لهم بريود رمضان بشل زيني لهم حواج لاي هذا كمين تشوف في التصور دي جاء نقاهم وكلهم يعملون لهم كالتابونة ويقعدوا بيع على كياس غاديك آه يبيعوا تابونة على كياس والذيك أغلبية معنا صغيرهم تقاهموا مقفين على كياس ونساء ويحنون لهم كالتابونة ذيك العربية ويعيشوا من الفلوس التابونة أكيد حاورت وحكيت معهم كيفاش يخموا وكيفاش يعيشوا وإشنا يحكيوا والله أحنا كيشيني غاديكا ماتا القينا برشا مشاكل معتا اللي مثلا عنده صغار ويحب يقريه ونقص برشا لي مو يامش نجم يقري صغار لقينا مرأة عندها مكينة متع اكسجين معتا تعيش كان بها معنتها طايحة باء قلت تشوفوا لي حلوا مو مكينة اكسجين باش ترجع لقينا راجل مثلا يحب يقايد في الفاكسيناتش ذوما ذوما لحويش شب هذه عائلة من العائلات سمحوني هذه عائلة من العائلات متع سليانة كيف هذه شيرت الكيف هذه أما الديار الاخرين ماتا تصور عندكم كلهم بحثة بعضهم عائلات ماتا ديار واحدهم معنات إله الله محمد الله سوداء قلت راجل يحب يزرقك الراجل ماتا يحب يعمل الفاكسيناتشون بتاعه في المثال كوفيد ما عندهوش تليفون قال لك فاش نعمل بشي قيد ما عندهوش تليفون مشي قيد قال لك شوفوا لي كيف يش قول اللي رب تليفون قال لك ما عنديش تليفون أنا منين نفهم فيهم لحكاية ذهم شوفنا زده شكون يقول لك أنا مثلا عندي صغار شكون باك ما زيكي بديه توقف الفاك ما عندهوش بش يقررهم بشي مشي دي بلاس مبعيد بشي قررية طبعا ايه ما عندهوش يسكن ولا ما عندهوش ولا ولا غيره احنا كمشينا اول مرة معتلقينا الصغار غديكة معتل عبيد صغار لبسين معتل كلاستوش لكا بسبوع معنا دا ما عندهوش حتى أسبوع مازلنا في هذه المزيدة مشينا مع الجماعية اسمها الدفع كأنه اليوم نعرف ساعات تصور كمناكا شوفهم برشة ممكن في مصر في المغرب اللي بيدان فيلي تسمعوا بالكينه ما اكويخ تلقى البلسات وديار وجوزة مدور وراهم تلقى تلقى ساير في تونس اليوم تلقى صبّلت بالعمار صبّلت بالعمار على كيّس برنسيبال غاديكا معتا إلا ديجابا كيتتعدى من غادي لما شئ بزرت تتعدى راهو مجيش في مخك اللي فهم شكون ساكن على اليسار هاتر تشوف معتا كيّس عادي غابة و الفلاحة ما في حد شاي ما تصورش مع بيش تسكن على اليسار اليوم معتا جوز ديريكت على كيّس معتا كانت تعمل لك غازل على اليسار تراهم الديار بارتيم الديار تراهم شو؟ و كيتتحكي ما موش بشكلتهم لما شاي بو يحكيوا شوية عالمية في مشاكلة ما لي قلتك غلابيت مشاكلة و مقطع حويج ماكلة صغار قرأت صغار هما كينا بتاكسي جيان دوي حاجتها كيّ كماتا أسكو ثم عندهم ممراضة مزمنة ثم دويات يحتاجوهم و باش عاونتوهم صورتو هذا المهم؟ احنا أول إيطاب عملناها هزيني لهم أود غذائية هادقيني لهم كل ناقسيهم أود غذائية و مع قفة وقتها و كل شو أمام طان كيشفنا الصغار باش يلعبوا في الكورة و كشني يحويجهم و كل خذينا لما حويجج رد كل الصغار اللي عندهم مكل غاديك خذينا لما حويجج المقربة 53 و 50 صغير و كل ما غاديك مشينا للصغار أذوما ذي الدار في وكالة في تونس العاصمة هذا في تونس العاصمة وانت ساكني فيها سبع عائلات وكالة في تونس العاصمة وطبعا وكالة إلى السقوط وكالة وساكني فيها سبع عائلات وحاجة اللي عجبت تتعامده ومتوريوش لا ديما احنا ديما كيك حتى الكبار في العمر ما نوريوش رجوف جملة ما هذا الوظائية قلت عاونتوا بالماكلة موعد غذائية عاوننا بالحويش طوش نبدأوا نحضروا معهم مما زادا رونتري سكولية الصغار بش نشوفوا مع تقريتهم وكل شاي نحاولوا نحضروا لهم نتاووا دنيا متاحهم وكل تقريتهم ومما يمتاو بش نحاولوا نشوفوا إذا نقصين دوية في حاجة معاينة نحاولوهم في الدوية العائلات أذو ما قلت كلهم يبيعوا في التابونة وغيره هالجمعيتكم تحاول إدماجهم في المجتمع بطريقة وفي أخرى؟ إن شاء الله قلت لك قبل قلت لك احنا مهمة متانا بش نعملوا مشاريع صغرات حكينا فيه حكينا فيه موضوع هذا إن شاء الله في البرنامج متانا نبدأ بالبرنامج متانا كانت 28 عائلة ذات بارك عنا ببارش عائلات العائلات التانية ماخدينهم موشارج بارش معتل عنا الليفامية ثم عنا العائلات الأخير ماخدينهم عنا طول عام زد العائلات الأخيرين في قرابة 25 عائلة ذات مع ثلاثة ثلاثة قريب نصر المياه إذا نحطوا لبرنامج متاناة هذي سبلها؟ هذي سبلت العمر هذي سبلت المياه كحكيتم معهم طبعا عندما برسوا في الوضعات هذه تصلوا بالمعتمد برئيس البلدية بالعمدة بغيره تمت سلات مع السلطة من طرف الناس نحن نهاردة معنا السلطة المحلية معكم ممثلة في شكونا السلطة في البلدية ما كانت الإجابات؟ والله هما متعاونين معنا حاولوا سهلونا المكسيما من الخدمة معهم هما هما وقاعدين يستنعوا في الريبونس متاحا من دجاء وقتا معنا الجمعات بردية قاعدوا يشوفوهم في الحكاية ذاية يشوفوا العائلات الضم في المساكل الاجتماعي هم عائلتهم بشكل مرحة هل في حل مثلاً اللي قلت سبلها واحدة ولا الوضعية بتاع الديار متسمحش طب الانستاليسون وبغيره هو مشكلة الديار حتى الانستاليسون ما تكفيش محتوتين الديار الديار عاملين كما السيرك لك الأكب بعضهم في هذبة الفوق ومبلوس الارض هذيك مش متاحة وميش على ملك الدول على ملك خواس ملك خواس بتاع انسان هو مخليه مسكنه غديك خليه مسكنه يسكن غديك ساعات كما حكينا قبل انك تمشي سيدينة ثم إيماج ولا ثم كل ما تقعد في بيلك شين اللي قاعد في بيلك من العائلات هذوم اللي مشيت لها أكثر مرأة المرأة اللي تحب على مكينة الوكسيجينا ذيك رسمي خط مكينة مطايشة ومكسرة ما عنده طفل صغير ويني راني يحب بسكليت انتني تحكي له اي حكاية يقول لك بسكليت ما هذا ابنية تحب على مريول بتاع جامعي وطفلة تقرأ باك تحب على بيسي بورتابل تحب على بيسي بورتابل خاطرية دجا معتل مزكية عادات في الباك في بيلي حاسب حكيت اليوم ويتسحق للباسي متاح حاولتوا توفروا ولا ووفرتك؟ حاولنا ما زل ما وفرناش بيسي بورتابل ديما نجم ندبر بيسي بورتي كما بيسي بورتابل سيب شوية كما قلنا هاي سيدي ثابت أبار سيدي ثابت ما زل تخدم على سليانة كيف كيف؟ سليانة كيف كيف؟ سليانة كيف كيف؟ شنرجعولهم شنرجعولهم إن شاء الله شنرجعول سيدي بوزية زاد عن المدرسة غادي كم تمزونا شنرجعول لاخر احنا وعدناها مقبل بسور للأسف الشديد ما اللي وعدونا خلفه ولا خلفه يلزمنا نرجعه أحنا هذو ما بديتوا بنوات غذائية شنه المرحلة اللي باعدة اللي بيجتمع على عائلات هذو ما سيدي ثابت؟ نحاولوا نشوفوا الصغار هذو ما شنه يحبوا اكزاكتهم حاجة تفيدهم في قرائتهم ماذا بنا نشوفوا الوضعيات متاحهم في المدرس اسكو يقروا في مدرسة قريبة ولله ونحاولوا نقاربوهم من المدرسة اللي هم قريبة ليهم وما أكثر وذلك كل ما تنشأ الله معتها معنا البلدية تكون حاضرة معنا في خدمة لي تكون الهيبال ديتا ريانا هي تابعة ريانا سيدي ثابتها تابعة ولاية ريانا نمشون موضوع واحد اخر كما تعرف لحد هذا هو اخر حد من ماي وهو عيد الامة هذة كان في البرنامج انكم تعملوا زيارة لدار مسنين نعشي غرومبيل دار مثل المسنين ماشي تحتفلوا للأسف منجموش ندخل لسنتر حتى بلاسة مسكر تحكي على المسنين مدين فمالكوفيد منجموش ندخل إلا ما يكملوا الفاكسيناسيون بدلت الوجهة بدلنا الوجهة كيفاش من اللي كانت الاكسيون معتا بخيزانسيال معتا بشمشيوا البلاسة معينة ونحتفلوا بها وكل شي حبينا لنعملوا ومذة تحسيسية وإلا نجموكوها ومذة ولا تكريم أكثر المشاهير في تونس اللي هم أممتون نجحين في الكارير المتاحهم وأممتون نجحين معتا في تربيت صغر بش تحاولوا تعملوا أمتي وماج تكريم صغير حسب ما قدرولي في الوري تحبشت حركة خطر خلال تتصرق فصيل موار أذكر عليها شي مزلتوا نتحين باعمل باعمل با الحاجة اللي لدينا نجم نقول لك اللي لدينا أمي تسا دجا سيبان كنفيرمي عنا ممثلة كنفيرمي زوز ممثلة إن شاء الله كنفيرمي عنا أرتيس تغاني كنفيرمي وعنا زداء صاحب جامعية معروفة بالبداية في تونس بشكونا أنتم جامعية موجودين يعني مشكلة الوجوه المعروفة أنتم زاد أولاد جامعية موجودين أحنا موجودين بسي أحنا الفيديو نحبهم هما يحكيه وخطر هما الأمهات هما الأمهات هما اللي نجحوا في حياتهم وهم زداء اللي عندهم صغير قريبش تحذر غدوة نبدو التصفير إن شاء الله غدوة تبدو نحن لحد تهب إن شاء الله نحن لحد نحن نجم نخلطوها جمعية جاية ونعديوها ثلاث دقائق قيقتين كيف المدة بشكون هل بش يتم ترويج هالعمل هذا داخل لسانتر المسنين داخل ولا هوا سانتر مسنين احنا سيرتون بتاقرون بالي عنا برنامج هيل معهم في السيف إن شاء الله إن شاء الله نستنعوا في السخنة تسخن قريش خرجوهم يحاوسوا تفهم الترفيه موجود الترفيه موجود معرضها خاصة السيف المسنين مات أكثر حاجة يحبوها تشكوني والناس سهموا خذنا نحبوا حاجة من عندكم وغيجينال خذنا نعرف اللي يمشيوا هزو كدوية فدلكم عام وكي عارفوا لا لا فهم حاجة وغيجينال فهم حاجة وغيجينال لا لا فهم حاجة وغيجينال على الأخير إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق نعطي خدمة محليها مع المسنين بالحق ثم سنتر ثم في بيجا ثم في بارد ويظهر لي منعرش دار دار الأسرة منعرش ما عنديش فكرة لهم لي هو خطر زده فهم مشكل فهم جمعيات نحن نعرفهمش هذي جمعيات نحكي هذي جمعيات فهم جمعيات ما نعرفهمش ثم أنتم كيف تختاروا على أحلى ما وعنا الليستة بناخدينها في الوزارة يعطينا لسنتر الموجودين تابعين دولة يجب أن نمشي الحاجة تبع الدولة لماذا خطر لخيين جمعيات ينجموا يتصرفوا شوي شوي يتصرفوا شوي بينما الدولة إذا أعطيهم بجا ما يكملوه ويقعدوا غير طبعا والعمل هذا الذي يكون في السيف على المسلم المسلمين وغيره طبعا إن شاء نقول يجي السيف أخف من من توا يكونوا يزرقوا الكوفيد هم الفات يزرقوا زرقاتهم نجموا نعملون نحب نتفردهم راق تاخذوا راحتهم وتعاونهم ثم فكرة زادة الصغيرات التي تزوروهم كما هذه في سيدي ثابت ولا ثم في جمعيات في الخارج يتلموا ويعملوا رحلات ويخرجوا وتخموا هو والله أحنا ماذا بينا مسعات مسؤولية كبيرة خطر مينور تطبعت به شوية نجموا يحل فيهم يهرب وصعت معبوهم وميركحش نحن معطا جمعيتهم كنا دي جون نجموا يتعبونا شوية برشا الخدمة الخدمة الجمعياتية هذه الخدمة الإنسانية تختلف بين السيف وشتاء بأغلبية جمعيات تعمل تريب في السيف أنتو ملي أحنا أهم الأنشطة اللي عندكم في السيف مراه أهم الأنشطة في السيف كما سيف عمناوي اللي خدمنا مع دار مسنين عملنا شوية معهم غاديكا في فعال بلاسة غاديكا مشينا زد السنت وكما العمناوي إحنا موجهنا مع الكوفيد أغلبية وقت الخدمة متانا خفيفة خاصة في وقت بعد الحجر صحي يشامل خرجنا دي ريكتمو نقول إحنا في البحورات وسيف وكل شيء وقت العائلات مزلت ما تخدمتش ما عملت حد شيء ما لازمنا مواد غذائية لعائلات هذيك مش تجب طاقة ما تاكل عاولنا برشا عائلات طبعا وصيف يحل باب على العودة المدرسية بعد أوتوماتيك ما تدخل فرونتريس كولير عندك عيد كبير زد آه نعمو هو عشرين جويل يا حسب عيد كبير عندكم زاكسيون زد كما عمنا نقول ناخذينا مع جمعية خليلي أمل وإن شاء الله سنين نشوفوا جمعية أخرى تختمعنا إن شاء الله بتوفيق تختمو زادة لحملات للتوعية بالتحسيس لتلقي أحنا بدنا دجا برشا عبدا خايفين برشا نجم نقول لك نحنا من ناول الجمعيات بدينا بحامة تحسيسية اختمو زادة في محطة حالة في تونس جوز سمعنا بالبرة فما كوفيد دينا من نختمو عليها في تونس منطقو حظرنا لزافيش للسقنا نحكيهم على بيت في الشارع على كوفيد وممتون عملنا في الكيس لعبات بشوفهمهم يزم متر ونصف وكل شي تاو عنا إن شاء الله سبوت بشي تعمل مع سي رفيق بوجدري ما حبش نقول لسم قلت بلك شوه بيدو في الكليب لنحرق لا 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 نسلش 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 نحن عيد أمه لا يجبش يكون رجل معرضها غصبه سي رفيق بوجدري بشي نحاول نوعيو في الناس على الفاكسيناسيون ويعطي الشهدة متاح وما عطانكم متسان معتها في الشف دو السربيس في الغياء عبد الرحمين مامي نجم يعطي معتها الشهدة متاح بالنسب بالنسب نحن ما شاء الله بعم فما دو معايا ملاق خطر في الاتار شبه تب يعني هما في وجه المدفع لا الكلنا مع الدجام اللي بدأت الكورونا لتاول كنا في وجه المدفع وليباس حمد هيا نذكر بالادرس بالباش فيسبوك جمعية أمنية فيسبوك أمنية تيين ليس قبعدها احنا الادرس في نهج صدر وفي بردادية في الدويات والإسكانير المتع العبيد نعاون فيهم 98 534 849 849 899 534 849 849 حب نختم معاك بنقطة نشوفها برشا على الفيسبوك في وغيره من الجروب اللي مستحق قدوة اللي مستحق عملية اسكم ما نعاش كيفش تشوفوه الحكاية ذيك ولا تتعاون مع دي جروب كم هك ولا دي خطرت لجروب هذيكم فيهم صحابنا يعرفون ما نقاوش لمويا كلمونا دي إذن احنا عانا لمويا مثلا في حالة في الوستون فاوند أحكيوا عليها مرة لطفل اللي تعديدت وقتا في سيكونس في خالات علامية أخرى تحكي قالتنا نختار نبيع باب بزو ونعمل شي حاجة أخر طفل ذيك اخذينيها ونشأ أرجحنا وقتا وفمشكون يرحم والديه من البر وعطاها ملو بكل بش مرش به الروحة شوية وإن شاء الله توقع دي نعمل في بريبراسيون مع هو السيدة ذي بذي بش حلال لما أش روح بك حاجة تفرح برشا سي مورد العرفية والجمعية التومنية فرحان لي كنت بحذية وديما نشجعكم على العمل الخير وإن شاء الله توانسر كل ولي وكيفكم وعطي كلمة الختان ولا أنتم أعطيكم صحة الاستيضافة وديما تعطينا صحة باش نعرفوا شوية بالجمعية متانا والجمعية الأخرية نتخدم معنا زيت وإحنا بابنا مفتوح أمني لأي جمعية تحب تعاو ماذا بنا جمعية كل نكون ويد واحد باش نجمون نخف في الظروف هذه في تونسر إن شاء الله وربي بعد علينا البلد أمين أمين أنا بدي نحب نشكر قولي الونات مزيانة حلوة علخ حلوة يجب تقول ليش كون من بعض لا لا أرى بش نقول لحب تحية كبيرة البوان وبتيك على الونات المزيانة هذه تلقاوه على الباج فيسبوك على انستغرام موجودة شي رح ببرقيبة بالإكرام بش نمشي نفسي مراد نمشي ببعض خطر هذه عجبتني شكرا لك شكرا لك مراد العقاوي شكرا لك لفريق الصحفي والتقنية نتقابل إن شاء الله الجمعة جاية تصف على خير اشتركوا في القناة